طيب هفتح معاكم صفحة الداخلية الاول وهنروح للتمرينة زي ما قلت لحضراتكم طبعا بكرا مباراة دور مباراة كاس مصر مع الداخلية مباراة مهمة جدا حتى في ظل الظروف واحنا شوفنا امكان اهلي فاز في دور ال 32 على السويس بشق الانفس والسويس يعني كان فريق مجهول الهوية بالنسبة لنا وكانت مباراة صعبة مباراة دور ال 16 بكرا ان شاء الله مع الداخلية مباراة برضو برا الحسابات رغم انه في عدد كبير جدا من لعبة الداخلية مش هتشارك في المباراة لكن دايما المطشط الكاس ملهاش اماني يعني زي ما بيقولوا وبالتالي ننتظر ان شاء الله الاهلي بكرا مباراة قوية يحسن بيها ويحق بيها اللقب الاخير المتبقي في الموسم الحالي مباراة السوبر الافريقي اتأجلت غالبا عشان تكون مع او قبل طبعا فترة بداية كاس العالم مباراة اللي هتجمع بين الاهلي والاتحاد العاصمة فنحسبها على الموسم القادم ان شاء الله خليني اقول لحضراتكم انه المباراة دي قد تشهد عودة بعض الاسماء وايضا هتشهد بشكل اكيد طبعا خروج بعض الاسماء منهم محمد شريف عمر السلية ومتولي قريبين جدا من الدخول في قايمة الفريق مشاركتهم يحددها مارسل كولر وتحددها جهزيتهم الفناء لكن من الوارد حتى لو ما بدأوش بشكل اساسي ممكن مستر مارسل كولر يعني يديهم جزء من المباراة بحيث انه يستعيدوا ليقت المباراة خصوصا انك لو فوست بكرة هيكون عندك مطش صعب جدا دور التمانية يوم الخميس الجاي قدام المصري البورسعيدي